مبررات تطوير المنهج المدرسي هناك مبررات تدعو إلى تطوير المنهج المدرسي منها ضعف المنهج المدرسي المطبق على الطلاب في المدرسة في تحقيق أهدافه ويمكن معرفة ذلك عن طريق نتائج البحوث والدراسات التربوية ونتائج الاختبارات وأيضا تقارير المشرفين وملاحظات المعلمين فهذه كلها تعد مؤشرات لتطوير المنهج المدرسي المتغيرات العالمية والمحلية وذلك بسبب التقنية الحديثة التي جعلتنا العالم قرية صغيرة يصعب معها الآن وجود مجتمع منغلق على نفسه التطور المعرفي المضطرد وذلك في شتى المجالات في هذا العصر والذي فرض على المناهج الدراسية مراعاة ذلك في المحتوى الدراسي أيضا من مبررات تطوير المنهج المدرسي التجديدات التربوية المتلاحقة والتي شملت المناهج الدراسية من حيث أسس بنائها ومكوناتها مما أدى إلى ظهور مفاهيم وأساليب حديثة ذات صلب المنهج المدرسي مثل تفريد المنهج المدرسي والتعلم الذاتي والتعلم المبرمج والتعلم الالكتروني فهذه كلها تدعو التربويين إلى ضرورة تطوير المنهج المدرسي وتحديثه بصورة مستمرة وذلك بما يتفق مع الفكر التربوي الحديث كذلك من مبررات تطوير المنهج المدرسي القصور في الوسائل التعليمية المستعام بها في تدريس المنهج المدرسي فقد تكون الوسائل التعليمية التي يستخدمها المنهج غير كافية أو غير دقيقة أيضا عدم كفاية النشاط التعليمي بالنسبة للمنهج المدرسي فقد يلاحظ على المنهج المدرسي اقتصاره على ما يقول المعلم إلى الطلاب أو الاقتصار على النشاط الصفي وإهمال النشاط اللاصفي داخل المدرسة كالمكتبة والمعامل وغير ذلك وأيضا إهمال النشاط اللاصفي خارج المدرسة كالزيارات الميدانية أو الرحلات التعليمية كذلك من مبررات تطوير المنهج المدرسي تطور الأسس التي يبنى عليها المنهج المدرسي فالمنهج ينطلق في بنائه من المجتمع سواء على المستوى المحلي أو العالمي كما يراعى المنهج الأسس السيكولوجية للمتعلمين وكذلك يركز المنهج على المعرفة التي تقدم للمتعلمين وهذه الأسس السابقة قابلة للتغير والتطور فكان لابد من تطوير المنهج بالشكل الذي يتعامل مع تلك التغيرات بطريقة أفضل وهذه التغيرات تمثل تحدياً أمام المنهج المدرسي والتي يجب أن يستجاب لها بشكل أو بآخر